لسا مكملين مع نادي الزمالك نادي الزمالك بيفكر ازاي في ملف اللعيبة الاجانب في خمس لعيبة اجانب معنا هنتكلم عليهم اول واحد البنيني سامسون اكنيولا والمغربي احمد بالحاج وكمان السنغالي ابراهيم نضاي التونسي حمزة المسلوسي التونسي سيف الدين الجزيري طيب خلونا نمس لكم واحد واحد كده ادارة الكورة بنادي الزمالك بتاعكم في خلال الفترة الحالية عشان هي تقف على التصور النهائي بشأن اللعيبة الاجانب بشأن اللعيبة اللي هم طبعا المحترفين بالفريق عقدت اللجنة جلسات مكسفة مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق في الايام الماضية عشان تتحديث حول مصير الاجانب الحالين بالفريق طيب خلونا نبدأ بابي البنيني سامسون أكينيولا استقرت ادارة الكورة بنادي الزمالك بعد الحصول على الضوء الأخضر من الجهاز الفني على توجيه الشكر لللاعب بنهاية الموسم الجاري لعدم قناعته أو القناعة بمستوى اللاعب يعني ادارة الكورة في نادي الزمالك شايفانوا تقريبا هما خلاص يعني في استقرار ان هما يوجهوا له الشكر يعني اول اول لاعب ده اللي هو سامسون أكينيولا البنيني مش معنا مش مكمل معنا الموسم اللي جاي اللاعب اللي بعديه المغربي أحمد بن حاج لاعب الزمالك اللي هو أصلا كان معار إلى أسوان بيسود الاتجاه كمان داخل إدارة الكورة على عدم تفعيل بند حقية الشراء الموجود في العقد ما بين الناديين بترى اللجنة الفنية بين النادي بعد بعد الرجوع إلى الجهاز الفني اللاعب لم يقنع الفريق بالمستوى بتاعه بالتالي لا جدوى من ضمه نهائيا خصوصا أنه عارضه كانت بخمسة مليون جنيه حال تفعيل بند الشراء حيسدد الزمالك عشرة مليون أخرى إلى أسوان عشان كده لن يقوم نادي الزمالك بيشراءه كمان اللاعب أصلا بدأ فيه البحث عن عروض خارجية طيب ده اللاعب التاني اللاعب التالت السنجالي إبراهيمة نداي إبراهيمة نداي ده تالت لاعب برضو فيه توجه من إدارة الكورة في نادي الزمالك إنها توجه الشكر لي بسبب تزبزب مستوى عدم الظهوره بالشكل المناسب مع الفريق حتى الآن إدارة الكورة قررت أن يتمنحه فرصة أخيرة خلال المباراة المتبقية في مسابقة الدوري لو نجح في أنه يثبت نفسه يقنع المدير الفني لنادي الزمالك حيستمر مع الفريق لو حصل العكس واصل الظهور بنفس المستوى الحالي حيكون الراحل رقم ثلاثة طيب اللي تنسي حمزة المثلوثي بعد حمزة المثلوثي تقريبا هو بيعد الأقرب اللعيبة إنه هو يستمر مع نادي الزمالك بالرغم من عدم تجديد عقده لغاية دلوقتي اللي هو بنتهي بنهاية الموسم اللي إحنا فيه ده بيتجى مسؤولي النادي الزمالك إنه هم يبقوا على اللعب خاصة في ظل عدم توفر بديل محلي جيد البديل الوحيد حتى الآن هو أحمد عيد لعب الزمالك المعار إلى أمبي بيرى مسؤولي الزمالك إن حمزة أثبت نفسه وظهر بشكل جيد خلال فترة تواجده بنادي الزمالك اللعيب الأخير المعاناة التونسي سيف الدين الجزيري سيف الدين الجزيري بيعد هو اللعب اللي ضمن خلاص إنه هو يستمر بشكل كبير جدا داخل صفوف القلعة البيضاء هو اللعب الأساسي بجوار ناصر منسي إضافة طبعا للأزمة المالية الحالية اللي يعاني منها نادي الزمالك لن يتمكن بسببها من ضم لعيبة وأسماء كبيرة في خط الهجوم علشان كده في استقرار على إنه هو يستمر حتى لو تمكن نادي من ضم مهاجم آخر يعني سريعا كده سريعا مش أسعاري اللعيبة الخمسة المحترفة في نادي الزمالك أول لعب معانا البنيني سامسون أكنيولا 90% مش مكمل معانا المغربي أحمد بالحاج 90% مش مكمل معانا السنجالي إبراهيم نداي 90% برضو مش مكمل معانا التونسي حمزة المثلوتي 90% مكمل معانا وأخيرا التونسي سيف الدين الجزيري 100% مكمل معانا اشتركوا في القناة